لا صوت يعلو على صوت مباراة الأهل والوداد في إياب نهائي دور أبطال إفريقيا المباراة صعبة جدا وفيها تحديات كثيرة ولكن هتعامل مع فكرة المباراة في إطار نفسي لأن كل الزملاء في المغرب ما بيتكلموش إلا على فكرة الحضور الجماهيري الضغط الجماهيري المباراة ستلعب بحضور جماهيري كبير جماهير الوداد ملوك المدرجات سيكون لهم الكلمة العليا في التأثير النفسي على الفريق المنافس أي يقصدوا الحديث عن فريق النادي الأهلي طرف المباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا ولكن يبدو أن الجميع نسى أن الأهلي من خلال الفوز بعشر بطولات إفريقية نجح في اختناس خمس بطولات من خارج مصر يعني الأهلي فاز بدور أبطال إفريقيا عشر مرات خمسة منهم خارج مصر يعني سواء في الكاميرون سواء في تونس سواء في العديد من الدول الإفريقية قدر الأهلي يرجع بطولة إفريقيا من خارج مصر خمس مرات من أصل عشر مرات هل الأهلي دي المواجهة الأولى ليه في مراكب محمد الخامس إطلاقا يمكن الأهلي سبق ليه إقصاء الرجاء الرياضي المغربي لعامين متتاليين في حضور أكتر من خمسين ألف متفرج في مراكب محمد الخامس طيب هل الجماهير لها دور في التأثير على الفريق إطلاقا بدليل أن الجماهير المغربية هذا العام لم تكن مؤثرة بشكل كبير على الفرق المنفسة رغم الفرق الشاسع بين الفرق المنفسة وإسم ومكانة النادي الآلي في البطولات الإفريقية وعطي أمثلة على هذا الأمر السنة دي الرجاء خرج من دور أبطال إفريقي على يد الأهلي الجيش الملكي المغربي خرج من بطولة الكونفيدرالية على يد فريق إفريقي ليس له اسم أو صوت كبير أو صمعة كبيرة في القرى الإفريقية السنة دي الوداد تأهل بشكل أنفس إلى المباراة النهائية رغم الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الوداد في مراكب محمد الخامس ولكن كيف جاء التأهل تحديدا في المباراة التي قيمت على مراكب محمد الخامس عندما وجه الوداد سنبا كان الوداد يعني بيسعى للفوز بهدف مقابل لشيء لضمان التأهل دون اللجوء لرقلات الجزاء الترجحية ولكن لم ينجح الوداد سواء في إحراز هدف وحيد بشق الأنفس على فريق سنبا مع فارق المستوى ما بين سنبا والأهلي الأهلي ساحب التاريخ الكبير الشعبية الجماهرية المستوى الفني اللاعبين الدوليين ولكن سنبا فريق أقل من المتوسط تصنيفه حتى على الأقل التصنيف السابع أو التامن على مستوى القرى الإفريقية ولكن مع ذلك في حضور ستين ألف متفرج أو خمسين ألف متفرج لم ينجح الوداد سواء في إحراز هدف واحد وتأهل عن طريق التوفيق والحظ بالفوز برقلات الجزاء الترجحية في مباراة السيمي فاينال أمام سانداونز حضور جماهيري كبير أيضا ضغط كبير أيضا ولكن لم ينجح الوداد في إحراز ولو هدف واحد خرجت المباراة بالتعادل السلبي بل كان الأقرب للفوز في مراكم محمد الخامس فريق سانداونز لولا تقنية الفيجر التي تدخلت لأقصر من مرة تدخل صحيح وسليم للغاء هدف نصالح سانداونز بضع التسلل وتردت نين لعيبة من فريق سانداونز على مدار التسعين دقيقة وبالتالي الجمهور لم يلعب في مباراة سانداونز وبالعكس الوداد خرج بتعادل سلبي وكان أقرب للخصارة على أرضه ووسط جماهيره وبالتالي فكرة العامل الجماهيري عامل مهم جدا وليس هو الفيصل في تحديد من سيفوز أو من سيكسب البطولة الجماهير تؤدي تساند تشجع تقازر تلعب بالتفهات والدخلات ولكن لا تلعب في أرضية الميدان وفي أرضية الملعب لذلك المباراة متكفأة المباراة بين الأهل والوداد الأهل متقدم في هائس في القاهرة بهدفين مقابل هدف مقابل هدف سافر إلى المغرب وفي جعبته هدف الوداد يحتاج إلى إحراز هدف الوداد التعادل السلبي لن يفيده الوداد إذا تلقى هدف سيخسر البطولة وبالتالي الضغوطات كلها أكتر على فريق الوداد يجب على الإعلام بشكل عام أن يتعامل بشكل وقعي مع الفريق المنافس للوداد في هذه البطولة وفكرة الحديث بشكل كبير جدا على الجماهير من خلال متابعتنا هذا المسلم لم تكن مؤثرة بشكل كبير في حسم من سيتأهل بدليل أن الوداد عندما لعب خارج أرضه تحديدا في بريتوريا بدون جماهيره استطاع أن يتعادل إيجابيا مع ساندونز في بريتوريا وبالتالي في وسط الجماهير الجنوب الإفريقية التي تحمس وتؤازر وفي ملعبها الصعبة نجح الوداد في التعادل وبالتالي سينجح الأهل بإذن الله في تحقي نتيجة إجابية وإحنا عندنا ثقة وتفاؤل كبير جدا أن الأهل مش هيلعب بس على أنه يتعادل ويكسب البطولة الأهل ذهب للمكسب الأهل ذهب من أجل الفوز الأهل سافر إلى المغرب ودون تذكر أي شيء من لقاء الزهاد الأهل يلعب مباراة واحدة هي المباراة الفصلة من 90 دقيقة يكسب يفوز بالبطولة ويتعادل يفوز بالبطولة وبالتالي أنت عندك أكتر من نقطة تقدر تميل إلى كافة الناج الأهلي للفوز بدوري أبطال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر